تونس بين الاقتراض والمحاسبة خطان متوازيين زعما هما خطين متوازيين هل فعلا أنه عملية الاقتراض السلف متى الدولة من أجل تعبيئة موارد الميزانية ومن أجل الإيفاء بالتزاماتها الداخلية كدولة ميزانية الدولة هذه هو في مفارقة أو توازي أو بالضد مع عملية المحاسبة يعني محاسبة اللي تسبب في هالإذاء والأذاء هذية للبلاد الحقيقة والمنطق يقول أنه اللي تسبب في وضع البلاد المزري واللي وصلها لخط الفقر الآن واللي خلى البلاد تغرق في الأزمة الاقتصادية ويتفقر شعبها وتذكر كل المصانع بفعل قوانين مسهلة للتوريد وجعل الاستثمار حاجة مستحيلة وخلى البلاد الدقل ببين عبر العالم باش يرضى علينا هذا وذيك هذو من المفروض اللي يوصلونا للحالة هذي بعد التشخيص يتحاسبوا بما فعلوا أما مش فسخ الفساد والخروج عن القانون وقال الله غالب وهذيك اللي نجمنا نعملوا وربي يلقى فيهم الحق ومن بعد أبدأ عاود من جديد معا تحمل السلطة الجديدة كل تبعات هالدمار اللي لحق البلاد خلال هالأثناش سنة ولا عشرين سنة ولا خمسة مش مشكل المهم أنه البحث يجيب وخلى البلاد تساسي بين المنظمات والبلدان وخلىها عاجزة على الوقوف على اليوم على أمورها وفي حل مشاكلها لفلاحة قائمة ولتجارة ناشطة ولصناعة فاعلة تونس تسخف تونس ولات محل أنظار الناس الكل من الداخل مستغربين ومن الخارج أيضا مستغربين أكثر تونس مسكينة لكن تونس فيها قوانين للمحاسبة علش ما نفعلوهم شي وفي آن واحد لحديث والمغزل اللي يقولوا اليوم ويخلي الشعب يتفهم إجراءات صعيبة اليوم نقولوا اللي الشعب هذا مستعد يكبس السنتورة بشكل جماعي وبقناعة زادة هو أنه يشوفها الشعب هذا محاسبة بالقانون للي عملوا في البلاد ووصلوها لمواصلها هذه المحاسبة والاقتراض متلازمان الاقتراض على أساس أنه حل والمحاسبة على أساس أنه عقاب لجريمة ما تقدرش تحاسب اليوم من غير ما تسترجع الأموال المنهوبة من الداخل ومن الخارج ومن غير ما تبدأ تفاوض على أساس أنك تكون طرف أساسي في إنتاج الحلول يعني الدول تونس وأنه الفلوس كيف تترجع والمحاسبة القضائية والقانونية كيف تصير للناس اللي أجرموا فيها البلاد ونهبوها اليوم تناجم هاك الفلوس هذيكا وكل أموال هذيكا تناجم تستثمرهم وتناجم توعد بيهم المقرض في أنك أنت هاو الدولاب بش يتحرك وبش يدور مثالش إذا اختلطت الأمور والثنية ما هيش واضحة برشا لكن هذه الفترة قصيرة أنت تتحكم فيها ولكن وين هم أولاد وبنات الدولة اللي قراتهم المدرسة العمومية وتنافسوا على بناء تونس الجديدة اليوم محطوطين على الرف اللي سافر سافر واللي هج هج واللي قاعد يتفرج وقلبه يوجع فيها على بلاده ما ندولهمش قالوا لك ما تعطيناش حتى شي يعطينا بركة نصلحوا بلادنا واعطينا بالفكرة والعقل الخلاق أحنا النجم ونقفوا مع الدولة الدولة ما هيش فالسة وما يمكنش أن دولة تفلس ولكن فلس تونس اليوم إذا كان هو موجود رهوا إفلاس العقل الخلاق وإفلاس في استقطاب الكفاءات أبناء الدولة التونسية سواء شدوا مناصب سياسية أو لا المهم أنهم تعلموا وخبروا كيفاش يقوموا لعوي جاج وكيفاش الميزانية متاع الدولة ينجمع عدلوها وقادرين باش يصحوا المسار الاقتصادي والإنمائي ولكن هنا نشوفوا فيهم مستقطبين من الخارج يهزوا ويحلوا في مشاكل بلدين أشقاء وأصدقاء وأحنا قاعدين حالين فمنا للريح